على مداري 14 عاماً وتحديداً منذ العام 2009 تواصل حملة القلوب الصغيرة التابعة لجمعية الشارقة الخيرية جهودها الإنسانية في مد يد العون والمساعدة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المرضى بأمراض قلبية وذلك بدعم من أصحاب الأياد البيضاء وتعمل الحملة على توفير عمليات القسطرة والقلب المفتوح بشكل دوري من خلال حملاتها المتعددة في مختلف دول العالم وهذه المرة من مدينة منباسة بكينيا حيث اختتم الفريق الطبي واحدة من أكبر الحملات بمشاركة 18 طبيباً وممرضاً متخصصاً بأمراض القلب وتم إجراء 37 عملية قسطرة وتسع عشرة عملية قلب مفتوح على مداري أسبوع كامل بدعم منبادرات العشر منذ الحجة وتكللت الحملة بالنجاح في جميع العمليات بجهود الفريق الطبي الذي رأسه الدكتور أحمد الكمالي استشاري قسطرة قلوب الأطفال وكانت الفرق الطبية قد استهلت عملها من خلال عمل مخيمات طبية لفحص الحالات واختيارها حيث تم فحص 500 حالة مرضية وإجراء الجراحات للحالات الأكثر احتياجاً وتميزت هذه الحملة بوجود عدد كبير من المتطوعين من ثماني جنسيات ما بين طبيب ومختص تخدير وعناية مركزة وعدد من الممرضين إلى جانب طاقم من طباء المحليين في كينيا حالياً نحن في كينيا في مدية منباسة في اليوم الأول عمليات القلوب الصغيرة التي مثل ما تعرفون تهدف علاج الأطفال المحتاجين بأمراض القلب الفريق الحالي فريق كبير من 18 طبيب وأخصائي وفني وممرض إن شاء الله إذا تيسر الأمر نسوي تقريباً 20 عمليات قلب مفتوح و30 عمليات قصرة قلب أطفال طبعاً هذه عمليات القلوب الصغيرة بدأت من 2010 ولا زات مستمرة برعاية ودعم جمعية الشارق الخيرية ونحن إن شاء الله مستمرين في هذا العمل الخيري ونشكر جميع المتبرعين طبعاً أي متبرأ نطمنه ونقل له أن نتبرك وصل للطفل المحتاج في أدغال أفريقيا في الدول البعيدة المحتاج لهذه الخدمة من عمليات القلب اليوم نحن في منباسة مع حملة القلوب الصغيرة هي الحملة التي كانت ثمار حملة العشر من ذا الحجة والحمد لله هدفنا تقديم 50 عملية قلب لمن قلب مفتوح وقصطرة وبإذن الله إن شاء الله هذا اليوم نحن أول يوم للعمليات وبإذن الله أن تتوفق هذه كل العمليات ويكون نتيجتها بإذن الله أكثر عن اللي كان متوقع له ترجمة نانسي قنقر